الواحد بصراحة مبارح شاف تحكيم حقيقي انا مبارح بتفرج على حكم الاسباني مونيرا ولا اسمه مويرا ده عمل مطش مش طبيعي مش طبيعي خلي بالك ده مش حكم من حكام الصفة في أوروب ولا أحسن حكم في أسبانيا خلي بالك يعني الأداء اللي هو لعب بيه مبارح المطش ده ده واحد دولي من 2017 بس خلي بالك ومع ذلك شفنا قيادة حكمية للمباراة مفيش اتنين يختلفوا عليها طلع لي يا شيخ حاجة فأ يعني غلطة واحدة غلطة واحدة للحكم مفيش طب أنا مبارح نسيت صوت الصفارة عامل ازاي ده مفيش تفافير كتير كمان بحس ان احنا عندنا حكامنا المنصريين مع كامل احترامي ليهم يعني بياخدوا موضوع الصفارة ده زي المزيكة يلا كل شوية نقعد نصفر وبتاع فرحنين بالصفارة راحين جاريره وبعدين ايه بنجرب بحاس مقاوي ونقعد بنخانق مع اللاعبة في الملعب وبتاع شوف لعبت الزمانك مثلا في الشوت الاول بزيزه مثلا من اللاعبة المميزة الكبيرة جدا بص بيروح يعتارد عادي عبدالشافي طبعا حاجة محترمة قاوي قاوي من اللاعبة الكبيرة لكن الراجل بتعامل بمنتهى الهدوء لكن احنا هنا دلوقتي مثلا لو واحد راح يعتارد رغم ان انا ضد موضوع الاعتراض ده لان القرار بيبقى تاخد خلاص لو واحد راح يعتارد على الحكم تلاقي الحكم بيزعق له ويبرق له ويفتح له عن ايه ليه يا عم في ايه الدنيا ابسط من كده الحكم محسسناش بوجوده صفافيره في توقتها لك انت تخيل ان الحكم مبارح حسب 15 خطأ 15 خطأ في 96 دقيقة بالوقت الضايع 15 خطأ بس اللي احنا 15 خطأ دول بنحسبهم انت في اول ربع ساعة من ماتش كل شوية فاول كل شوية فاول يا جماعة الاحتكاكات دي عادية هي دي الكورة كورة اللي عبت رجالة فيه احتكاكات تستحق الفاول وانك تصفر وفيه احتكاكات طبيعية في الكورة وفيه الكورة مشتركة طبيعي جدا هي كورة انت مش بتلعب لازم اللعب يفضل يجري لوحدة لمسو تبقى فاول لا ده درس مجاني للكابتين عصاو عبد الفتاح انا بقول له الكابتين عصاو عبد الفتاح اكيد كان بيتفرج عن ماتش وحكامه درس مجاني ليهم في كيفية ادارة المباراة كل الحكام بلجنة التحكيم نفسها اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة من الحكم بتاع مبارح لا تقول لي بقى ايه الراجل مستخدمش بصراحة روح البرتوكول خالص اللي احنا بنعرفش ايه هي روح البرتوكول ما عرفش معناها ايه اصلا وما استخدمش موضوع الاحتواء ده خالص خالص وكان محايت جدا حتى اللقطة بتاعت مساء عواد لما وقع اول مرة جاب له الدكتور لما شافه كامل الماتش عادي وفيش حاجة حاس ان هو بيضيع وقت شوية راح بص عليه قال له قو ملعب عواد ما لقاش قدامه حل غير انه يقوم لكن احنا الجن عندنا في افريقيا بشكل عامل لو وقع مرة زي ما يقع عشر مرات لازم نوقف وما بنحسبش كمان الوقت بدأت ضايع وكل الكلام من ده فده درس مهم جدا لحكامنا المصريين ريت يا جماعة نتعلم والله العظيم انتو بتموتوا بتموتوا الكرة في مصر لان عنصر التحكين ده اهم عنصر في اللعبة اهم من اهم العناصر في اللعبة بص قال له بص ما فيش ظهر قوم قوم انا شايف انه يمتستدعيش كحاكم ان انا جيب الدكتور فقوم ما تضيعش وقت يالله قوم انا سيبته بص بقى هو رح سايبه ورجع ومستنيه قوم ما فيش مش هنزللك الدكتور لان ما فيش ما يستدعي لكده فلازم احنا يعني زي ما بنعد ننتقد اتحاد الكهرة زي ما بنعد ننتقد مثلا بعض اللعبين بيحاولوا بمثلوا في الملعب لكن دور الأكبر على الحكام انت بقيادتك وشخصيتك وقراراتك وعدم يعني الانحياز لطرف عن الآخر لا تقول لي احتواء ولا تقول لي روح بروتوكول ولا كلام من ده هتنقلوا الكرة المصرية في حتة تانية ان احنا عندنا امكانيات كويس اه مش الفترة حياة مش افضل امكانيات موجودة في مصر بس انتوا ممكن تساهموا بشكل او باخر في مستوى افضل بكتير للكرة المصرية فدي كانت جزئية مهمة جدا جدا اللي بتتعلق بإدارة الحكم الاسباني مبارح اللي اكيد بنشكره عام المطش كبير اوي اوي بصراحة ان شاء الله نتمنى كل التوفيق خلال المرحلة اللي جاية بالنسبة لنادي الاهلي تحديدة وان شاء الله مباراة المحلة بعد بكرة يوم الاربع او مباراة مهمة مهمة اول نحن نكسب المطش ده ناخد ثلاث نقاط ونستمر في حظ النقاط في المباراة المؤجرة المختلفة عشان نقدر ان احنا ناخد